عن فضل ليلة القدر عزيزي فضل ليلة القدر في رمضان نعم من مزايا شهر رمضان وفضائله اجتماله على ليلة القدر ليلة القدر التي مدحها الله عز وجل في قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر هي ليلة التقدير هي ليلة الرفعة لأنها نزلت بواسطة ملك زو قدر على نبي زي قدر لأمة ذات قدر فمن فضل الله عز وجل علينا أن امتن الله عز وجل على الأمة بليلة القدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاح رجلاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إليكم لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فروفعت وعسى أن يكون ذلك خير فهي غير معلومة نعم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتمسوها في التاسعة والسابعة والقميس أي تسعة وعشرين سبعة وعشرين أو خمسة وعشرين نعم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر التمسوا ليلة القدر في الليالي الوترية يعني الإنسان يكتهد كما أخفى الله عز وجل عنه ساعة الاستجابة في يوم الجمعة وكما أخفى الله عز وجل ساعة قيام الساعة لكي يكتهد الإنسان في عمله أو في عبادته أو في حياته فليلة القدر خير ما نفعل به هو قيام الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب يا الله تخيل إن إنسان يقيم ليلة وحده ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب تب لماذا أكرمنا الله عز وجل بليلة القدر قال الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري أعمار الأمم السابق يعني أوحى الله عز وجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأعمار الأمم السابق فكأنه تقال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين أعمار الأم الإسلامي فأكرمه الله عز وجل بليلة القدر وهي ما قال الله عز وجل خير من إيه من ألف شهر ما قال شي مثل ألف شهر لا ده أفضل من ألف شهر قال آهل العلم إن العرب قديما كان أكثر عدد عندهم يعرفوه هو ألف رقم ألف فأخبر الأنزل الله عز وجل كلمة خير من ألف شهر معنى ذلك فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى لذلك أفضل ما يتعبد به الإنسان في ليلة قدره قيام الليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمة جميلة جدا لشان كل إنسان أحباب يحب يختبر نفسه يعرف أنهم من الصالحين ولا ليس من الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل أي ألزموا أنفسكم أيها المؤمنون أيها المسلمون بقيام الليل لماذا؟ فإنه دأب الصالحين أي عادة الصالحين أنهم كانوا يقيمون الليلة لله رب العالمين نعم ترجمة نانسي قنقر